حررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدرية نهم شرق العاصمة الصنعام قالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة تندارت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في جبهتي الميمنة والميسرة في مدرية نهم واضافت المصادر ان قوات الجيش الوطني تمكنت خلال المعارك من تحرير اخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ضمن جبل المنصاع اضافة الى تحرير قرية تعيدة تابعة لمنطقة المجاوحة في جبهة الميسرة واشارت الى ان معارك اخرى دارت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في عدة مواقع في جبهة الميمنة تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربية غارات جوية عدة استهدفت مواقع تجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة من المدرية ذاتها واسرت المعارك وغارات التحالف عن سقوط قتلى وجرح من الميليشيا الحوثية علاوة على تدمير اليات ومعدات قتالية اشتركوا في القناة